موسيقى الاقتصادية من الاخبارية السورية مساء الخير ارتفعت ارادة امانة جامارك جيدة يابوس الحدودية مع لبنان الى مايو قارب المليار ونصف المليار ليرة سورية شهريا بحسب اميني جامارك معبر جيدة يابوس مازين عيسى عيسى اشار الى انه ينظم بشكل يوميا في الامانة بيانة ببضائع يقارب وزنها ما بين 300 الى 400 طن تتضمن الخضار والفواكه وبضائع مختلفة الى جميع انحاء العالم عبر لبنان متوقعا ان تزداد ارادة المعبر الحدودي مع بدء تطبيق المرسوم 24 لعام 2016 بذات الشهر القادم والمتعلق بزيادة رسم المغادرة عن كل شخص يغادر القطر عن طريق احد المنافذ البرية او البحرية وعن كل سيارة سورية خاصة تغادر عن طريق احد المنافذ البرية او البحرية تطلق غرفة صناعة حلب يوم الاحد القادم فعالية معرض خان الحرير التخصصي الثاني للازياء والاقمشة ومسلزمات الانتاج خريف شتاء 2017 الذي تنظمه الغرفة بدعم من هيئة دعم وتنمية نتاج محلي والصدرات بالتعاون مع وزارتي الصناعة والاقتصاد وتجارة الخارجية وذلك في فندق الدمروز بدمشق غرفة صناعة حلب اكدتنا لقبال الشديد الذي حققه المعرض في دورته الاولى باذار الماضي شجع الغرفة على اقامة دورة ثانية للمعرض في دمشق برغم من استمرار الظروف الصعبة التي تعانيها مدينة حلب والصناعيون فيها والمتمثل بقلة مسلزمات الانتاج ومصادر الطاقة جراء الاعتداءة الارهابية أكد مدير الصناعة بمحافظة لديقية عطف مهنة أن المديرية سجلت خلال الأشهر الثلاثة الماضية سبع منشأة صناعية برأس مال يصل إلى 131 مليون ليرة سورية مهنة أشار إلى أن هذه المنشأة توفر نحو 58 فرصة عمل وتتركز معظمها في المنطقة الصناعية الجديدة وداخل مدينة لديقية وفي قرى مدينة جبلة والتي تتنوع بين غذائية وكيميائية ونسيجية وطاقة انتاجية تتناسب وحجم المنشأة وخطوط الانتاج ورأس المال أعلن الاتحاد العام لنقابات العمال أنه تم الاتفاق مع وزارة التجارة الداخلية قال منح عمال المخابز 11500 ليرة سورية بدل عملا إضافي في أيام العطل الرسمية الاتحاد بينا أنه تم الاتفاق أيضا على تحويلهم إلى عقود سنوية وتشميل عمال المخابز والمطاحن والصوامع وجميع العاملين في وزارة التجارة الداخلية وحمية المستهلك في التأمين الصحي الذي يمكن العاملين في الوزارة من الحصول على مستحقاتهم الطبية حفاظا على السلامة المهنية والصحية قال رئيس الوزراء المصري شريف اسماعيل أن مصر تسعى إلى الحصول على مليار وخمسمائة مليون دولار قيمة الشريحتين الثانيتين من قرضي البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية قبل نهاية العام وكان البنك الدولي قد وافق على تقديم قرضي لمصر بثلاثة مليارات دولار العام الماضي على ثلاث شرائح حصلت مصر منها على مليار دولار في وقت سابق من هذا الشهر كما وافق البنك الأفريقي للتنمية العام الماضي على تقديم قرضي لمصر بقيمة مليار وخمسمائة مليون دولار على ثلاث شرائح حصلت مصر منها على الشريحة الأولى بقيمة خمسمائة مليون دولار في كانون الأول الماضي اقترحت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي مضاعفة المساعدة المالية التي يخصصها الاتحاد الأوروبي لتصبح 300 مليون يورو في عام 2017 المفوضية الأوروبية أوضحت أن هذا المبلغ يعني تقريبا مضاعفة المساعدة حيث كان معدلها في السنوات الثلاث الأخيرة نحو 170 مليون يورو سنويا مشيرة إلى أن المقترح الذي تبنته يهدف إلى تحزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية ومساعدة المؤسسات ومكافحة البطالة بناء على أولويات مخطط التنمية الخماسي 2016 حتى عام 2020 الذي عرضته في هذا العام انطلقت في المركز الإعلامي الرئيسي للحديقة الأولمبية في سوتي روسيا فعاليات المنتدى الدولي للاستثمار المشاركون في المنتدى سيبحثون الإمكانات الاقتصادية للمناطق الروسية وتطور قطاع الأعمال في ظل العقوبات ومشاكل العلاقات بين رجال الأعمال والدولة إضافة طاني للسياحة الداخلية والتكامل الأوراسي والعديد من المواضيع الأخرى قال الرئيس الفنزولي نوكولاس مادورو أنه يتوقع من الدول المنتجة للنفط خارج منظمة البلدان المصادرة للبترول أوبيك مثل روسيا أن تدعم جهود المنظمة الرامية لتعزيز أسعار النفط من خلال خفض إنتاج الخام وكانت أوبيك اتفقت يوم الأربعاء الماضي على خفض محدود للإنتاج في أول اتفاق من نوعه منذ عام 2008 وصد تزايد الضغوط النجمة عن هبوط أسعار النفط والآن ننتقل المشاهدين إلى أسعار العملات والمعادن ونبدأها بسعار صرف الدولار وفق نشرة أسعار مصرف سوريا المركزي حيث سجل الدولار الأمريكي في الحوالات الشخصية 514 ليرة و85 قرشا وفي الشركات أصراف 517 ليرة و42 قرشا اليورو في الحوالات الشخصية 573 ليرة و85 قرشا وفي الشركات أصراف 580 ليرة و88 قرشا أسعار ذهب العالمية فيها سعر الأنصة عالميا سجلت ما يقارب سعر الأنصة عالميا 1323 دولار و70 سنة للأوقية الواحدة أما أسعار أداب في السوق المحلية سجلت فيها جرام ذهب عيار 21-19-1800 ليرة سوريا أما جرام ذهب عيار 18 فقد سجلت 16-1972 ليرة سوريا أخيرا أسعار النفط العالمية فيها سعر خامبر سجلت 48 دولار و61 سنة أما الخام الأمريكي فقد سجلت 47 دولار و25 سنة مشاهدينا النشر الاقتصادي انتهى